للحد من عمليات التزوير والفساد في دوائر المحافظة أقامت مديرية الاتصالات مؤتمرها الثاني بحضور وزير الاتصالات ومحافظ ديالة والقيادات الأمنية ومختصين وأكد وزير الاتصالات خلال المؤتمر بأن برنامج الحوكم الأكتروني سيحد وبشكل كبير من عمليات الفساد والتزوير التي أرهقت المواطن خلال المراجعات للدوائر الحكومية بالتأكيد ستقلل كثيرا إن شاء الله تستطيع مع مرور الوقت بالقضاء على عمليات الفساد نحن كنا نعرف الطوابير الطويلة والمواطن يتأخر ونوابات يحتاج إلى أنجاز معاملته خلال يوم واحد أو خلال ساعات أو خلال أيام قليلة من يشوف أن الموضوع يطول أسابيع وأشهر يضطر أنه يخضع للابتزاز سنقطع الطريق على المفسدين هذا الموضوع طويل يراد لنفس طويل وتعاون من مدراء الدوائر لمحو الأمية الإلكترونية زادا القضاء على المعرقلين اللي يحاوظون عرقلت هذا المشروع الكبير اللي يخدم كل الموظفين وأضاف بأن وزارة الاتصالات تمكنت وخلال فترة قريبة من إنهاء تهريب سعات الأنترنية وإلقاء القبض على عدد من الأشخاص وتوقف عدد من الشركات عن العمل لا سيما بعد أن تم توفير مبالغ كبيرة من خلال عمليات الصدمة التي نفذتها الوزارة مع الأجهزة الأمنية وجهازي المخابرات والأمن الوطني قضاء العراق العادل إلى الآن أصدر عشر مذكرات قبض بحق أسماء شخصيات بعضها كبير بعضها متنفذين لشخصيات سياسية ولأبناء شخصيات سياسية معروفة القضاء هو الوحيد اللي يستطيع التصريح في الوقت المناسب إحنا كوزارة الاتصالات عملنا مع هيئة الإعلام والاتصالات جهاز الأمن الوطني جهاز المخابرات الوطني بالإضافة إلى قوات الرد السريع في وزارة الداخلية وبعض القوات الساندة في وزارة الداخلية حققنا أرقام كبيرة كانت الشركات المتورطة عددها أكثر من سلشركات عدد المتورطين واللي صدر عليهم أمر القبض أربعة بعدين صاروا عشرة وبالتالي أكيد الشبكة هاي رح تستمر القضاء العراقي عدنا ثقة عادلة عدنا ثقة كبيرة بعدالته وإن شاء الله كل المتورطين ينالون جزاهم لكن احنا في كل شهر وفرنا تقريبا من أربعة إلى خمسة مليار دينار عراقي إلى خزينة الدولة تأتي حكومة الحكومة الإلكترونية كأداة فاعلة من أجل تأكيد على أن الخدمات الحكومية الإلكترونية تعمل على تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد من محافظة ديالة حسن الشمث التغيير الفضائي ترجمة نانسي قنقن